كابت الكريم عايز أقدك للبرامد برامد تشكيلة رائعة جداً كواهجومية كبيرة جداً بس مفيش نجاعة مفيش حماسة النهاردة قلت حتى ده في المقدمة برامد النهاردة مش حاس ان هو غيران على المكسب بقى هو بيوصل بس مش شايف روح وقتال انه هم قادرين يكسبوا كنا بنتكلم في الفاصل انه برامد عنده تشكيلة ممكن تبقى حسن من تشكيلة الزمالك وحسن من تشكيلة الاهل بس مفيش انتاجة اتكلم بستة مباريات تلاتة فوز وتلاتة مقدارش اكسبين فوز نسبة نجاح خمسين في المائة في بداية المسم اتنين تعادل واحد هزيمة فدي نسبة مش فريق المفهوض ينافس بالتشكيلة دي هو الوحيد اللي غايب النهاردة هو عبدالله السعيد كمان كان بدأ المباراة اللي فاتت هو هو التشكيل اللي كان موجود عبدالله السعيد يمكن كمان غيره بين الشوطين ونزل مكان اسلام عيسى فهو التشكيل اللي نهى به هو اللي بدأ به لكن انا هاخدك بعيد شواء انا الكرة والفنيات هفكرك بريال مدريد في الجيل الزهبي بتاعهم رونالدو بيك هام وزين الدين زدان وكارلوس احنا لو عادنا الوقت هنفتقي احنا فكرية تشكيل طبعا لما جوم عملوا دراسات واحصائية على ازاي النجوم دي كلها ما خدتش البطولات اللي كانوا مستنيانها منهم اتضح لهم حاجة كابتن واي الغريبة جدا قالك لما جبت كل النجوم دي وحطتها بفريق واحد انت نقلت الكمبوتشن هنا المنافسة ما بين دخل الملعب ضد فريق والخصب اللي هو ريال مدريد والخصب نقلتها لقلت اللبس صح خلاص بقى عندك اكتر من نجمة في الفرقة صح فبالبلد دي كده المركب اللي فاكتر من رئيس بتجرأ صح فهنا لما عملوا الدراسة دي خلاص قالك لا ماينفعش انا مش هجيب كل النجوم دي تاني هو بالضبط نفس اللي انا بشوفه في برامدز انت ممكن تعمل موسم كويس قوي بس اخرك هتنه كام تالت رابع تاني بالكتير تاني بالكتير لكن انت تتحقق لقب الدوري سيباك بعمل من الجمهور طبعا الجمهور ده ده رقم واحد لانه بيديك دفعة كبيرة جدا داخل الملعب وبرا الملعب طول ما انت عارف انت هتخلص المتشو في جمهور مستنيك دي ضغطة الواحدة تاني حاجة ضغط الاعلامي طبعا مؤثر بشكل كبير لكن طبعا كل الاعلام عندنا بيتكلم على الانديا اهلي زمالك الانديا الشعبية او الجمهورية فالبرامدز ما بياخدش حاجة كبير فدي مريحة اللعبة شوية بخلاف السبب الاهم اللي انا قلته برامدز لما بيجي يتعاقد بيتعاقد بالكمة مش بالكيف بمعنى ايه ان انا فوقت من الوقت كان عندي شريف اكرامي والشناوي رح تجايب المهدي او العكس مسلا انا بديك مثلا اللي خليني يقع عندي المهدي فوقت من الوقت لما كان موجود في برامدز ومعه الشناوي ومعه ومعه شريف اكرامي التلاتة اقال التلاتة كل واحد فيهم لو اتوزعها لاندي هيلعبوا صحيح فانا صدرت القط اللبسة عندي مشكلة كبيرة جدا ايس على كده في اغلب المراكس فمشكلة برامدز دايما ممكن تلاقيهم بيقدوا كويس جدا بلعبوا كويس جدا لكن الروح المنافسة او اللي احنا بنتكلم عنها دي هي مش موجود طيب